سفير صحراء الغربية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لمين أباعد يوقع مع نظيرته البوتسوانية مامو سادونيانا مولفي على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما جاء ذلك وفق وكالتي لأنباء الجزائرية والصحراوية الاثنين بأدي سابابا تتويجا للقاء رئيسي البلدين خلال زيارة نداها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى بوتسوانا وعرب السفيران عن الارتياح الكامل لوصول البلدين إلى هذا المستوى من العلاقات وضافت سفيرة بوتسوانا ومندوبتها لدى الاتحاد الإفريقي أن هذا القرار يندرج ضمن مجهودات بلدها الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي العادل واستكمالا لمسار طويل من العلاقات الثنائية بين البلدين على حد ما نقل من حديثها ووصف السفير الصحراوي الخطوة باللحظة التاريخية مذمنا باسم شعب وحكومة بلاده الدعم القوي الذي قدمته جمهورية بوتسوانا وتضامنها يضيف السفير مع كفاح الشعب الصحراوي العادل بكل المتديات الدولية التي تحلى بعضويتها على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا والجمهورية التي أعلنتها البوليزاريو من جانب واحد يأتي بعد قرار المغرب مؤخرا العودة إلى الاتحاد الإفريقي والتعايش فيه جنبا إلى جنب مع جمهورية الصحراويين وغادر المغرب منظمة الوحدة الإفريقية في ثمانينيات القرن الماضي احتجاجا على اعترافها بهذه الجمهورية قبل أن يعديل عن قراره ويعود إلى الحضن الإفريقي بداية العام الماضي وتربط الجمهورية الصحراوية حاليا علاقات دبلوماسية بالعديد من دول القارة وبدول أخرى متفرقة حول العالم رغم النزاع الدائر على أراضي هذه الجمهورية فالمغرب يرى أن الأراضي الصحراوية أقالم من ترابه الوطنية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تعتبر أن الأراضي الواقعة تحت الحكم المغربي محتلة وسط عجز البعاثات الأممية عن حل القضية رغم مضي قرابة نصف قرن عليها